عايزين نفهم أكتر السبب بالتصعيد الأخير من قبل قوات الاحتلال خلال ثلاث يام لفاته يعني خلينا نقول هو مش تصعيد هو في إطار خطة إسرائيل تريد أن تسيطر على مدينة غزة وشمال قطاع غزة لتحقيق قدة أهداف حسب ما هم بيعلنوا الهدف الأول القضاء على حماس الهدف الثاني بيندرج في العملية وهو تحرير الرهائم أنا بقول لك نصوص اللي هم بيقولوا مفهوم القصف الجوي حسب رؤيتهم بيأثر على أجزاء معينة من القدرة العسكرية للحماس لكن للقضاء لتحقيق الهدف وتفكيك الجهاز العسكري ومنظومة الحكم في الحماس في غزة يجب النزول على الأرض بدون النزول على الأرض مش ممكن تحقق الهدف ده فهم بدأوا يتطوروا بعد حوالي 16 يوم من القصف الجوي المتواصل واللي دمروا فيه مدينة غزة وشمال قطاع غزة بشكل كامل بدأوا فيه التحرك البريد كان فيه طبعا خلينا نقول تضليل التضليل اللي مرسته إسرائيل في طوال الأيام هو شاعة أمرين مهمين أن هناك خلافات شديدة بين أطراف المعادلة التي تدير الحرب الأمر الثاني أنه أنه الولايات المتحدة تضغط لتأجيل العملية البرية لأنها لا تثق في قدرات الجيش الاحتلال الإسرائيلي على وصول الأهداف وأنه الجيش مهزوم معنويا يعني مجموعة من الكلام الغريبة كانت أنه كل المعلومات دي بتصدر عن جهات إعلامية إسرائيلية يعني مش بتصدر عن أطراف أخرى بتصدر عن جهات إعلامية إسرائيلية ويصدروا الكلام ده بأشكال مختلفة هنا لازم نحط علامة استفهام لازم نحط علامة استفهام ليه؟ لأنه مجرد إعلان إسرائيل الحرب كل وسائل الإعلام تخضع للرقابة العسكرية بالتالي أي أخبار ممكن أنها تضعف الروح المعنوية بالنسبة لهم أو تأثر على سر العمليات بيتم حجبها طيب حد هيقول لا أما هو ممكن يكون في عندهم فوضى أو عندهم مشاكل لا إحنا نتابع الإعلام ده مش من النهاردة ففي الفترات معي لم نعرف إمتى فيه رقيب عسكري وإمتى ما فيش رقيب عسكري هو بيترك لك مساحة لكن المساحة دي محدودة المفارقة اللي بيتكلم فيها أنه مجموعة من استطلاعات الرأي حصلت في إسرائيل بشكل غير مسبوك هناك إجماع إسرائيل على القتل يعني الجمهور الإسرائيلي نفسه مش معطرد على اللي بيحصل يعني مبارح كان فيه استطلاع للرأي 49% من الجمهور الإسرائيلي بيقول أنه إحنا مع أنه ما نلتزمش بالقانون الدولي الإنساني وأنه الجيش يرتكب كل ما يستطيع لتحقيق ترجمة نانسي قنقر